صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان صباحكم أمل وتفاؤل ورؤية لمستقبل أفضل النهاردة حلقتنا هتكون متنوعة هيكون معينا ثلاث فقرات كل فقرة مختلفة عن التانية أول فقرة هنتكلم فيها عن الأصار والمعالم السياحية الفقرة دي احنا خصصناها لكم مخصوص لأنه في ناس كتير جدا ما تعرفش أماكن كتير ولا إيه تاريخها ولا سميت ليه بهذا الاسم عملنا الفقرة دي بعنوان من كل مكان حكاية أما الفقرة التانية هيكون معينا شاعر موهوب الفقرة هتكون بعنوان بداية طريق أما الفقرة التالتة هنتكلم فيها عن الدعم النفسي والتراحم بين الناس خليني أبدأ أولى فقراتنا الفقرة فقرتنا الأولى بنتكلم فيها عن معالم سياحية مكان سياحي في مصر كتير مننا ما يعرفش ليه اتسمى بهذا الاسم كتير في بعض الأماكن السياحية لها قصص وحكايات كتير جدا احنا ما نعرفش يعني حكايتها أو ليه سميت بهذا الاسم مكان النهاردة بتاعنا هيكون عن وادي الجمال وادي الجمال سميه وادي الجمال والجمال نسبة لأنه مكان ساحر ورقع في مناظر خلابة ومناظر طبعية خليني أقول وادي الجمال بيعتبر من منطقة وادي هي المنطقة الأولى في مصر بتجمع فيها كل المعالم السياحية من بحار وجبال وحيوانات ندرة وسماء صفية كمان سموها بهذا الاسم لنسبة لاحتواءها على نباتات ندرة زي تطعمه مميز للجمال فكان الرعاة على طول بيجدوا فيها الجمال المشردة بيتجمعه في المنطقة دي بالأخص يمكن لحد دلوقتي البعض بيطلقوا عليها وادي الجمال التائهة وادي الجمال بتقع جنوب مرسع علم بمحافظة البحر الأحمر وبتنقسم لمنطقتين المنطقة الأولى بتكون المنطقة البرية أما التانية منطقة حبال حماطة اللي متواجد فيها الحيوانات والطيور الندرة وادي الجمال بتعتبر من أكبر الأحواض الجبلية في العالم لإحتواءها على الكثير من الحيوانات والطيور الندرة كمان منطقة جبل حماطة مثلا من ضمن الأماكن المستقرر لسقور الغروب وهو من أندر الطيور كمان بتتميز بصفاء السماء اللي بتتيح فرصة جبيرة جدا لتتبع النجوم ولمحب علماء الفلك والاستكشاف باستخدام التلسكوب لأن النجوم بتكون ظهرة جدا وبتظهر بودوح تام كمان خلينا أقول آخر حاجة عن منطقتنا النهاردة تتميز بالحيوانات البرية زي الغزيل ونصر العقاب وغيرها وبها شعاب مرجانية رائعة خليني أقول لكم أن لازم نعرف معالم السياحة في مصر لأن فيه أماكن مهمة جدا يمكن ناس كتير جدا ما رحتهاش وما تعرفش عنها حاجة لو حتى ما رحتهاش لازم على الأقل نقرأ عنها أو نشوفها أو نعمل بحث عنها نعرف إيه حكايتها وبدأت إزاي وسميت ليه بالاسم ده لأن دي بلدنا في النهاية يمكن السياح بيعرفوا أكتر مننا في بعض الحاجات المعالم السياحية والأسرية في مصر فيه أماكن كتير جدا إحنا عارفين أن ليها أسماء ولكن ما نعرفش ليه تسمت كده أو إيه حكايتها أو بدأت إزاي أو المواقف اللي حصلت فيها زي كتير من الأماكن الأسرية خلوني كل حلقة إن شاء الله نعمل لكم فقرة لكل مكان هناخد كل حلقة فقرة هنتخصص فيها علشان نعرفكم بعض الأماكن اللي كتير مننا ما يعرفش عنها أي حاجة خليني أطلع فاصل صغير وارجع لكم نكمل حلقتنا وهيكون معينا شاعر موهوب في فقرتنا اللي جاية فقرة بداية طريقة كونوا معنا وارجعنا لكم بعض الفاصل نكمل حلقتنا النهاردة وفقرتنا دلوقتي بعنوان بداية طريق معينا إحساس مميز وكلمات بسيطة ولكن يمس القلوب معينا شاعر الصعيد الشاب يونان مجدي أهلا بيك أهلا بيك هسيبك تعرف نفسك للجمهور ونعرف موضوع الشاعر معيك بدأ إزاي أنا اسمي يونان مجد حلمي مولد أربعة وتسعين من المانيا محافظة المانيا مركز ساملوت كان بداية الشاعر معي اللي هو حوالي 12 سنة كنت بسافر دايما في مزارع وفي جميع يعني حاجات كتيرة من الشغل كانت بمر بظروف كتيرة كانت بتحزي في نفسيتي كنت بحاول أعبر عن الطاقة اللي جوان أنا أكتب بحيث ما أستغلاش بطريقة تضي يعني حاجة بتطلع الطاقة اللي عندك آه كنت بحاول أكتب دايما الساعات كنت بأكتب وجطع الورق الساعات كنت بأكتب وبحفظ الكلام كخواطر ولا شعر ولا أغير شعر وبتبدأ دايما ساعات بتبدأ مع بنادم تبقى خواطر الساعات مع التقرار ومع الاستمرار في الكتابة بتنصق بعض الأخطاء بيبقى فيه تقدم وأكيد بس مع الممارسة طبعا بس والحمد لله طبعا كنت باعتز جدا وافتخر أن أنا بتعلم من أستاذ هشام الجاخ حد فعلا بالنسبة لي شخص أستوري يعلمني الشعر حبابني فيه حبابني في حاسمة أن أنت تعبر عن وجه الناس أو عن وجهك كده بدأت أكتبه والحمد لله طب خلينا نسمع كده منك أول قصيدة أو أول شعر هتقوله تمام بقول فيها الدنيا ما بتدومش لحد اسمع وححكي لكم عن شاب الشخص اللي عاشها بجد بصوا في عينه وجوله كداب لو أوجعه ما ماللتش كتاب عاش وسط الناس وقامنهم ولا مرة تأخر ولا غاب بيشيل الوجه عنه بيشيل الوجه عنه ولا خد منهم ولا جاب لما تكون الدنيا عليهم جسوا في نسوا وفيه تعاب ولما تكون الدنيا معهم تبقى مصالح طبع غلاب الشخص اللي بيع ودعيبه شخص يجيب لك اكتئاب ومريد بيعدل لطبيبه طفل صغير شعره شاب والقصة مكعبلة شوية ياللي كنت النار حطاب بكرة جساوتك تب جغباوتك معروف الزمن جلاب يا أكتر شخص حبيته وسيبني بألف اعتاب أنا اللي كبرتك على إيدي أنا اللي جريتك في وريدي يا ناسي إن أنا صعيدي وجلبه من واجعك تاب لو عجد كان فعلا عيبي جبت المريد يبقى طبيبي لأ وكاتب لي أنا رشدته جي تصرفها جلد عذاب وانت معدش فيك حتة لو لعب الظهر خد عندك في كتير جايز أعلان منك فينك يعني ما بتسألش وحشني يا راجل فينك غايم ده أنا في غيابك بصحة ما نامش نرجع تاني النفس الغلطة الطيب بيخاف يظلم بيكذب نفسه ويصدكهم غلطان اللي على جلبه يحكم الجلب اللي صهر يرعيك الجلب اللي بيجويك جاي بتشكك في قراره لما يحب شجع وفرح ولما يتخان تقول له أصبر وتسامح كتير على وجعه ولما يشك تخدره المرة دي قراره تبعد ولازم البياح تخسره سيبه سيبه لغيرك بكرة الليالي تحكم عليه يباد دموعه مال يعنيه وبذكرياتك تفكره يعني أنت لما فكرت تكتب الكلام ده كتبته في الأول أكيد لشخص هو اللي طلع الكلمات دي أكيد لازم الكلمة أنت بتكتبها أكيد بيبقى في دماغك حاجة أنت بتعبر عن وجعه جواك بس مواقف درست حاجة يعني قريت كتب درست القفية يعني الحاجات اللي بتنصق معاك القفية واللزمات والوقفات والكلام ده أم لا ما درستش بسيط كلا أنا طالع من بتسمع بس الظروف ما سمحتش أن أنا أكمل دراستي كانت ظروف ظروفنا المادية ما كانتش كويسة كنت بسافر كنت تحطيت في ظروف أن أنا لازم أتحمل المسؤولية لازم أسافر أتعلم أجيب الجرش لكن برغم من كده لكن ما ما بعدتش عن موضوع الشعر أو أنك تكتب ما قدرش لأنه بالنسبة لي حاجة زي إدمان بتكتب لك قد إيه ناشر سنة بس يلا ما حاولتش وإنت بتكتب شعر وتلقيه إنك تعبر عن الشيء ده زي تعبيرات حامل المعنى بزبط لا أسوري يعني قصدي يعني تعبيرات الشعر لما حد بيقول شعر بيبقى حاسس كل كلمة بيقولها يعني بدل ما أنا قاعد في ريأكشنات كاملة لإيدي لتعبيرات وشي الكلام ده ما حاولتش تعمله ولا مجرد بتكتب وتلقي بس الكلام أنا آسف في اللفظ أنا باعتبر الطريقة دي إن أنا هطلع أمثل عن الناس الكلام اللي أنت كاتبه هو الكلام اللي أنت حاسه أكيد بس لازم أول مرة طبيعة للشخص أنه هو يكون مرتبك بيبقى ما بين اللي هو الفرحة في تجدير حلمه وما بين الخوف أنه هو ما يجدمش أو ما يديش أداء حتى ياخد بي تشجيع لأن الهدف من أنا جول وعبر التشجيع مش أي حاجة تاني بحيث ما يقس ما بطلش هكتبه أنت ماشي على النهج هشام الجاخ أعتقد ده شرف لي أن أنا أقول كده بقى ما أنا شرف لي أن أنا أكون شايف أحرفك وغد ومسأل أعلى وماشي على نفس النهج أكيد حد أخ مشرف جدا وإنسان فعلا تتطبق عليه أوصف كتيرة في الزوج والإحترام في الإحساس العالي في الأداء حابب تسمعنا إيه قصيدة أنا كنت كتبها كده بس كانت بالسبب حاجة أول حاجة الجمهور اللي بيسمعك النهاردة هو حابب يسمع ويشوف أداء ويسمع أو يحس إحساس معين فملهوش أي علاقة بقى بالارتباق خلص إحنا قاعدين ما فيش أي حاجة ناس بتسمعنا عشان تدي رأيها بعد كده تقول يونان حد پروفاشنال في الشهر حد قوي جدا محتاج بس حد يشجعه أو يدعمه فبلاش تضيع الفرصة أن الناس يشوفك على طبيعتك حال الكاميرا بتاعتك معيك تفضل بقى نبدأ بصهر من صاحب الوجع وأفضل أحاك الليل وجوه ممثل إني واحد من الأعيان بنامونا بدمعتي ومخدتي تشتكي وبص في مرايتي تجريبا أنا إنسان وجع الجراح بيزيد مع الأصيل يكوي مع العويل عادي كأنه حتى مكان الفاهم فيها بيريح وعمره ما بيرتاح ومنين هتيجي الراحة يا صحبة العولان أشكي لمين دنيتي لما أنت نسياني يضم الغريب لحضنك وسيبا لليك متهان كاس المرار الصب جدامه وشربته أحكي تافي يا ما شالت وجوله عشان تتصار غريب وبات فكسور مدفياه في حضنك نايم وأنا بارتعش وغيري يبات دفيان غفروا الجسور ملوا وناموا بواجههم يا ما جبال ساكتة وفي جلبها بركان يعني الأداء طبعا شفت اختلف كتير قوي لما فكيت بس أكيد لسه برضا يعني بص كل حاجة في الأول بتكون صعبة ولكن دايما وانت بتكتب انت شاعر فبتسرح بخيالك ان انت قدامك جمهور كبير جدا بتلقي قدامه الشعر فالارتباك بقى انت المفروض بتتكلم وبتقول قدام الناس الكلام ده مش بتكتبوا لنفسك أنا مقتنع دايما ان اللي كتب الكلام عواد يعني بمعنى ايه؟ عشان لما بيجي يكتب بيحس اللحنة جواه والطريقة ونطجها بس فيه اللي هو لما بجى الحاجة دي بتبجى عملي غير وانا بينه وبن نفسي ببجى البن قدم اللي بيكتب بيبجى ومتصالح مع نفسه لكن اكيد بيتجابل بشخصيات تانية او في مواقف تانية بتجبر ان هو بيحاول بيبجى في دماغه اكتر من تفكير بيحاول اللي هو يتلاشاهم بحيث يدي اداء حاله بس طبعا مع الاستمرار اكيد ربنا هو اللي بيوفك يونان عايز اسألك على حاجة حل القراءة انت بتقول انك طالع من تانية اعدادي القراءة او الكتابة كانت بالنسبة لك عائق ولا ما اثرتش معيك لا انا كانت المشاكل بس اللي كانت في حياتي اللي كان عمري ما كرهت التعليم فيه ناس بتتحط في ظروف بتجبرهم ان هو مثلا يبعد عن التعليم ما تمنيتش كده انا ليه اخ دكتور في امريكا واخد الشهادة من هناك كان صاحبي واخوي وكان بيعلمني بعد ما سافر بالصراحة ما كانش فيه اهتمام من الباجي يمكن البن قدم اللي بيشجع اهله هو اكتر شخص بيقدر يواجه اي موقع لكن لما بتكون التشجيع من اهلك مش موجود او ما يكونش هما مؤمنين بيك او محترفين بيك كي انك بتحارب فانت بتتعب حتى مع الناس التانية انت اجرب ما ليك هو جوتك فيه حتى منك بيجويك بيشجعك بيديك اصرار وعزيمة ان انت تكمل لكن لما يبقى ناس جرائبة لك تقولك ان ده كلام فاضي او مالوش لازمة او ما يشجعكش او يحاول يبعدك عن حية دي فانت مجبر ان انت لما تجاب الناس تانية بتتعب بتحاول ان انت توصلهم وجهة نظرك او تصر على حلمك بس برضو ده بيتعب شوي لكن ما حاولتش تطلع اي كتابات ليك او شعر ليك لجهات مختصة بالكلام يتبنى الموضوع كان اول مرة لي احاول هي المرة دي وكان عن طريق واحد صحبي برضو يعني باشكره هو صاحبه اخويا اسمه ريدا برضو على فكرة انا اسم الشهرة بتاعي ريدا يعني جليل جدا اللي يعرف اسمي في البطاجة وده لنا الطريق يعني اللي عيشت بيها فكان قدنا رقم البرنامج وتواصلت طبعا معنا استاذ محمد شخصية ممتازة جدا في الزوج والاخلاج انسان بيسمع تحية استاذ محمد جميل طبعا بجد طبعا يعني انا باشكره ولو كل الناس زيه تسمع انا اتكلمت مع ناس كنت بحس الاهمال او عدم الاهتمام اتكلمت مع استاذ محمد حسيته اخ وصاحب بعيدة عن الشهر او بعيدة عن الموضوع نفسه كنا بنتكلم كاخوات كحد انا اعرفه من الزمان حد تمنيت اعرفه وشرف ليه اعرفه بصراحة بس بدأت وتواصلت مع البرنامج لكن كاتب حياة كتيرة كاتب اغاني كاتب بتكتب اغاني طب ايه رأيك نسمع حاجة معنا المشكلة مش باقي عني لا لا هنقول كاتب اغاني صحي ممكن حضرتك تسمعنا حاجة كلمات لس انا اقولها بطريق كلمات ما فيش مشكلة كلمات لأغنية تفتكر الثقافة والقراءة وان اختفوا لي من حياتنا يعني ليه الناس النهاردة وهي عايزة معظم شبابنا بيكتب خواطر وبيطلع مشاعره عن طريق الورقة والقلم صحيح ليه النهاردة في مجتمعنا اختفى المسمدة ليه ما بقناش نقرأ ونمسك الكتب كده ونفتحها ونعرف حتى لو معلومات احنا فقدنا المعلمات اكبر مشاكلنا احنا هنا التعليم هو تجريبا بالنسبة لي حلل اي مشكلة ممكن نتخيلها او نحصيبها صعبة انا لما بكون مثلا متعلم انا اللي هتعلمه كمعلومة لو مش هيفيدني مش هيدرني هيفيد صاحبي هيسمحها من حد محتاجة يعني التعليم حاجة كويسة بس ايه انا النهاردة لو لو الظروف حطتني مثلا في ان انا اتعلم وكمل شهادتي مش شرط اتوظف بيها ما هتشجل طريق ان انا عرف حقا على الاجل ابدأ مشروع بطريقة انا فاهم ازاي تصميمه فاهم ازاي خطواته عشان انا متعلم مش شرط يعني ان علامك بيه وظيفة وإلا تقول مش هتعلم لعد العلم ده بالذات من اكتر الحاجات اللي بتخلي البن قدم بيمشي في اي طريق مش خايف بيتكلم مع اي حد على الاجل اللي بيعرف يرد او بيعرف يجاوب بيعرف هو موجوع من ايه بيعرف ايه اللي ناقصه طب خليني اكمل معاك كلام ولكن بعد ما نسمع كلمات الاغناء انا كنت كاتب جزء كده يعني بس لازم الاغنية لما اكفلها اكفلها على في الاستوديو او مع توزيع الشخص اللي هيغنيها بمعنى يعني انا كنت كان الكلام ده اول امبرح بالليل وكنت بتكلم مع واحد صاحب اسمه عمر صوته جميل جدا حد فعلا من الموهوبين من الناس اللي مستنينيه فرصة انه لازم يكون معاك مطرب علشان تقدر توظف عليه الاغنية ولا اه يعني ده بيبقى فيه اللي هو بيكمني بحاجات على حسب صوته لو ممكن تبقى فيه كلمة اسف اللفظ تاجيه لكده عن نضج ممكن انا بدلها له تمام وممكن كلمة على طريقة اداءه على نفس الوزن اه او المعنى هنضج احد تمام بس فانا كنت كاتب حاجة كده اه على طريقة كان جالي حاول تكتب كده على طريقة طبعا ده شرف لي ان انا فكر حتى في الموضوع ده اه قزم الساعة اه حضر الناس المهوبين دايب انا في امرأتهم في امرأة حنانها يكفي قلبي يردد اسمها وكأنه اسمي سبحانه صورها الجمال فاجنني رسمي جميلة الاوصاف يا ورد بستانها يا رمشها الخطاف ودفء احضانها اخاف حقا هجرها اخاف احزانها ضعيف انا في بعدها يؤلمني فقدانها جميلة كالغزلان في وسط موطنها كمدينة مزينة يعشق سكانها انفاسها صدقا تدفيني والخمر شفتاها ازعل انا بنظرة ديني وهموم انساها جميل بس ازاي بتعرف يعني قزم الساهر انت عريف ان هو يعني اللي بيكتب له الشعر بتاعه نظر نظر فطبعا بيبقى التشكيل والوزن والقفية والحاجات النحو النحو اكتر طب انت بقى بتعمل ايه وانت بعيد شوية عن النقطة دي بحاول ان انا لما اكون بكتب حاجة لشخص معين بحاول وانا بكتب اسمع الطريجة اللي هيتجال بيها لا ازاي بترفع وبتنصب وبتسكن ازاي بتعمل كده وانت مش دارس قواعد لغا اقول نعمة من ربنا بس ما بتتأكدش ان هي صحة او غلط يعني ما بتسألش الوزن بتاعي او التشكيل بتاعي صحيح ولا لا اكيد ده بيساعدني فيه الشخص نفسه لان جل من الله يخطر صحيح يعني الكمال اللي هو وحده صحيح طب ايه اللي اختلف الفترة بتاعتنا دي عن زمن قيس وليلة وعنطر وعبلة وكلا بس بس بنتكلم في الشعر تمام في الشعر هو كل جيل بيعبر بطريقته باللي بيشوفه او معلش انا النهاردة لو شخص متعلم ودارس يعني تعليم عالي اكيد لما اجي اكتب ادائي هيفرج اكيد بطريقة علمي او او اللي شفته في مشواري او ان انا اقرأ في مجال صحيح اما لما اكون مثلا ازاي مثلا هنتكلم مثلا على الاستاذ الشعر هشام الجخ ده لما حاب يكتب بطريقته حاب يبسط الشعر الناس تسمعوا مش مش كل اللي بيسمعوا الشعر الشرط يكونوا صحاب شهدات فيه ناس جد كتيرة محتاجة ليعبر عن وجههم وببساطة صحيح فعرف يوصل لاحساس الكل عرف بجد يسرج مشاعر الناس واحساسهم ويخطف سماحهم ليه ويشدهم ليه انا دي حاجة فعلا فارجة معي اقولها انا اول مرة اسمع قصائد الهشام السيد هشام طبعا انا اسف اللفظ كنت بجرب من صحبي وكنا في شغل بأمانة كنت فاكرها عشان اداءه كنت فاكرها خطبة او حاجة بس سامح كلام حلو وبعد الكلام بتخطفوا ويدني واسمعوا فجرب لحد ما ايه بدأت اسمع لجيت نفسي برتاح نفسيا بحسه بيوصفني بحس ان الشخص ده كأنه بيتكلم ليه الناس كتيرة بتحس كده طب ليه ما تفكرش انك تكتري تكمل تعليمك دين ها حيو اللي بيحب حاجة بيستعالها بس زعات الظروف بتحكم بما انه عندي مشاكل في حياتي مشاكل خاصة عارفة للسيد محمد فمبدئيا لازم اكون مهيئ نفسي ان انا رجع اكمل تعليم لكن ده حلم حياتي بصراحة طب هتسمعنا ايه قصيد تاني اغاني ولا قصيد زي ما تحب انت محضر ايه هو انا اغاني كاتب كتير يعني بس افضل نقول قصيدة اتفضل بقول مؤلم لما تسعد الناس وما تلاقيش اللي يسعدك وتحاول تفهم الحقيقة تلاقي الكل بيبعدك حتى صاحبك اللي بنيته هدك ومش بيسندك واد حبيبك اللي وفيتله بيرفض يمسح دمعتك استحمل ايه فيك يا زمن بأمانة بتوجع ضربتك لما انت شاطر في القزية عرفني الحكمة في صناعتك ابات مظلوم تقول ظالم دي وجهة نظر حضرتك شكر خاص لك يا زمن جلوبنا عليها امدتك عايز اسألك على حاجة بعيد بقى عن انت شاب النهاردة ومرت بظروف صعبة وعندك مشكلات كتير جدا بتواجهها وبرضه ما اثرتش على انك عندك طموح او عندك كتابات معينة او موهبة معينة بتحاول انك تناميها ايه رأيك في فكر الشباب اللي بيفشل او بيقس بسرعة ويفكر في انتحار او يجيلو اكتئاب او يبعد عن انت شاب النهاردة فاكيد برضو نفس فكرنا يعني بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش حد التجربة هو اجل منها انا مريت برضو بالظروف اه فكرت في الانتحار او جرط تمام ولكن البن قدم عمره ما بيقدر يخلف قضاء الله عمره ما بيقدر يعمل حاجة الا ما بيكون ربنا رايد ان دي تحصل بس اكتر حاجة البن قدم لازم يكون واقع منها هو مش مخافة ربنا هو الخوف من خسارة ربنا ربنا بيحب عباده وما فيش حد بيخاف من حبيبه اذا كان ربنا صبر كل ده مدام انا لسه فيها نفس اتنفس فاكيد في مجال ان انا ارجع ان انا اتعلم ان ده غلط انا دخلت في مواقف وصلتني لحاجات المفروضة عفى الله عما سلف فيها انت دلوقتي بتقول ظروفك اللي مريت بيها والحياة اللي انت هشتهى فكرت في وقت من الاوقات ان انت تنتحر ولكن رجالي تاني حسيت ده طرش الله تمام ده احنا نتكلم في الموضوع ده دلوقتي خليني يكمل معاك فين والدتك ووالدك فين دور الاسرة فين اخواتك محدش حاول يتكلم معاك محدش فتح لك مجال ان احنا اصحاب تعالى قولي ايه اللي مدايقك ايه اللي انت بتفكر فيه ايه الحاجات اللي وقفت قدامك وانا صاعدك انا المشكلة ما كانتش من الناس المشكلة كانت من والدي والدتي يعني انا والدي يعني وصلت بيا مرات كنت كنت بينه بالنفس كده اقول لو لو كله بكده المفروض يتعمل له تمثال اعلمنا قزة النفس اعلمنا الكرامة اعلمنا حياة كتيرة انا كنت ببصله فيها اه من غير ما يقول هالي كأنه شرح الملامح دايما بتشرح والمواكف دايما بتشرح نفسها بتشرح وجهها جوتها ضعفها لكن فجأة لجيت المركب يعني الريح بيوديلي اتجاه تاني بأمانة انا كل خوفي دلوقتي مش خسارة الاهل ان انا خسرتهم لان عمري يعني عمري مهكرة والدي ده سندي ده صحبي ده اساسي في الدنيا جدري لكن هو المشكلة ان الافعال بتتكره ما فيش حد ما بيكرهش الظلم فالفلوس ساعات بتبجى مشكلة رهيبة وسط الناس كنت اتكلمت مع ابا كهناو شيوخ صحابي وحاولت كتير احل كنت خايف ان هو حتى لو انا بعيدت انا طبعا بعيدت عن اهلك عن اهلي من حوالي نقول عشر سنة انت دلوقتي مش مع اهلك مش مع اهلك انت متزوج ولا لا لا مش متزوج يعني انت دلوقتي بعيدة عن الاهل طيب هما ما حاولوش يقربوا ليك او يدوروا عليك او يعرفوا مكانك بص اقدر اقول ان والدي حصلت اخطاء في الماضي يمكن خلته يفقد الثقة فينا اللي باختيارك البعد باختيارك ولا باختيارهم هو اي حاجة بيعملها البن قدم اكيد بتكون اختياره وإلا ربنا مش يحاسبه عليها فالبن قدم مخير بس في مواقف بتجبر يا بتتحمل يا ما بتقدرش تتحمل وانا بصراحة ما قدرتش اتحمل ايه كنت دايما لما تخالف مع والدي انا ما فيش حد يعني في اخواتي او انا شخصيا عمرنا ما بنقدر نجف جدامه ونتكلم حتى بس ان احنا مثلا نجو الرأينا ان حياتنا كانت ظروفنا صعبة في الاول كنا بنسافر انا اكتر حاجة كنت محتاجها مش فلوس مش بيت مش جسور كنت محتاج مثلا ان انا لما بجى تعبان اجود مع والدي اشكيله مفاتفات لكن ما كانش بديلك المساحة دي هو في الاساس انا عمر ما حسته وانا اسف اللفظة فضيلي او او سمعني هو دايما ضدنا في الرأي والدتك طيب ما بتدخلش لي خايف اظلم واجون نفس الطريقة لان انا حسسها ازياد شوية يعني انا لو ظلمت هاجون نفس النظام لأ والدتك اصعب شوية المفروض الام بتكون جريبة من ابنا من الان انا نعمة من ربنا ان انا كان ليا ابين وامين اخوال كبير اللي في امريكا ده كان ابوية تاني واختي كبيرة صراحة كانوا يعني احنانين جدا بيسمعونا بنحكي معاهم بيحاولوا بقدر الامكان تصحيح الاخطاء دي لكن ما ينفعش قاعد يعني قاعد لاتجاه مركب في مكان غلط من غير ما الكبطان اللي عليها يسمعني بوسي احنا دلوقتي احنا بنعمل ايه بنتكلم حوالين موضوع ولكن ما بنتكلمش يعني شايف من كلامك ان احنا مش داخلين جوه الموضوع يعني ما حكيتش تفاصيل عن الموضوع بس انا عايزة منك حاجة طبع اي شاب النهاردة او بنت بتشوفنا او بتسمعنا طبعا اه الاب والام اي ان كان اللي ما بيننا وما بينهم اي ان كان اختلاف وجهات النظر ما بيننا وما بينهم عمرنا ما هينفع نستغنى عنهم او ان احنا نتكلم معهم ونبحش او نباد عنهم حلو اه انت شايف ببعدك عنهم المشاكل اللي عندك تحلت لا هو المشكلة مش في انها تحلت هو انا ببعد عشان ما تزودت المشاكل او ما اتملكنيش الشيطان ان انا اخسرهم ان انا في مرة مثلا يملكني الشيطان يعني انا احكى عن موقف كده كنا جاعدين وكنا المفروض ان كنا جاعدين عشان نحل المشكلة وبتكلم مع والدي فلما بيكون الشيطان مسيطر على شخص اكيد بيغلطوا في اللي جدامه كتير طيب انا هيخد منك نصيحة دلوقتي هتوجيها للشباب بظروف اللي انت مريت بيها والحياة اللي انت عايشها دلوقتي عايزك تدي نصيحة بس عايزك تديها بالاجاب مش بالسلب يعني انت النهاردة بتمر بظروف صعبة جدا ومش عارف تعيش مع والدك والدتك لان انت ايا كانت الاسباب ايها لا انت مرتاح ولا انت عارف تعيش ولا عارف تكمل حياتك فخلينا نقول للمشاهد ونقول لشباب اللي بتفكر ان تمشي في طريق غلط او تبعد عن اهلها انه وجهنا وجهنا انت على الطريق وقل لهم رسالة هو انا عشان اجدم نصيحة يبقى لازم ابدأها صح تمام فابدأ الاول بالاب والام اي ابن محتاج من اهله يشجعه ينموا قدراته يودوا دايما الى احلى يعلموا انه هو يجرب من ربنا انه هو دايما في الصعب يلجأ لهم اما بالنسبة لاي شاب بص ياما الظروف هتحط الناس في حياة صعبة بس انت عمرك ما هتتكافئ الا لما تتحمل صحيح اي ابن قدم بيضعف طبيعا انه هو بيدمر نفسه صحيح وكل خطوة البن قدم بياخدها مستحيل هيرجع يكررها فحاول تخليها خطوة الاحسن مش مش ترجحها الورق زعل او هضب او ما كف صعب انت ممكن ورق او جلم حتى لو كتبتهم في ورق وقطعتها انت كذبان كذبان ان انت يعني ريحت نفسك صحيح طلعت الكابت لجواك صحيح انا دخلت في فترات بامانة كنت مجدر او مقيم نفسي ان انا مريض نفسي مش عقلي تعبان مكتئب مكتئب مش عارف انام بس كنت اول ما بلجي كده كنت بارنة على صحابي كان بيسمعوك اه انا ليه واحد صحابي صحابي واخوية وحياة كتيرة قاول اسمه احمد تبارن عليه ممكن ارن عليه بالليل في اي وقت مالك اقول له هتكلم بجي عارف نقعد نضحك نهزر تبدأ المكالمة انا من جوايا بابجب عاية بتبتدي تتكلم انا من جوايا بابجب اتجطع سهل انهي المكالمة بنضحك بطريقة والله كأن الدنيا كلها ضحكان ليه لان انا خلاص طلحت لجوايا اتقى لجوا البن قدم لو طلحها في عمل ده ممكن توصل للكمة لو طلحها في اداء شعر في حلمي حاجة جو هو طبعا النهاردة يعني الفقرة بتاعتنا خلصت الكلام اللي انت قلته مهم جدا ولازم نعمل عليه انشاء الله لان فعلا الشباب محتاجة للكلام ده ومحتاجة تعرف بعض المشكلات اللي بتقابل بتقابل غيرهم عشان يعرفوا ان دي مش آخر الدنيا البقاء دايما بكل الأقوى بس الأقوى بإيمانه بنفسه بالله أولا وبنفسه نقطة مهمة جدا اللي انت قصرتها دلوقتي بس انا عايزيك تبتدي تراجع نفسك قويس لان الأهل ما بيتعوضوش للأم ولا للأب هنندم عليهم في وقت من الأوقات أيا كان الأب أو الأم اسيوا عليك شوية لمصلحة يمكن تكون انت مش شايفها ده مش معناه ان الحياة انتهت وده مش معناه ان انا أقاطع أهلي لازم تبتدي تراجع نفسك ان شاء الله نحن مش عايزين برضو يتقرر مشكلات كتير لان معنا فقرة دلوقتي هنطلع بيها انت قصرت فيها نقطة مهمة جدا بشكرك يا مينان ان شاء الله بتمنى لك التوفيق وان شاء الله تكون معنا في حلقات تانية والمرة الجاية تيجي تقول لي ان شاء الله انك رجعت الأهل ان شاء الله دعوة خلصت فقرتنا ولكن حلقتنا لسه مكملة استنونا بعد الفاصل ابقوا معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حلقتنا فقرتنا هتكون بعنوان الرحمة والتراحم وعلاقتهم وعلاقتهم بالدعم النفسي خليني اقول لكم ان الفترة اللي فاتت لمسنا موضوعات كتير جدا بتهدد مجتمعنا واولادنا بانتحار بعض الشباب يمكن تكون بأكتر من طريقة والأكتر من سبب بس مش هيكون كلامنا النهاردة عن ده بس احنا يمكن من كام يوم اتكتب كتير قوي على وسائل التواصل الاجتماعي عن شاب جامعي في بداية حياته انه انهى حياته بانتحاره من اعلى برج القاهرة طبعا دي كانت ظاهرة الناس اتخضت والناس بتادت تنتبه جدا لموضوع الانتحار اللي اتقرر من كذا شخصه من كذا شاب وشابة كلهم يمكن سنهم ما يتعداش العشرينات السؤال هنا ايه اللي وصل الشباب لكده ايه اللي خليهم يفكروا في الانتحار لا اكتر من مرة احنا كان معنا دلوقتي حالة يمكن مرت بظروف صعبة واتكلم كتير عن حاجات مهمة قوي انا عايزة كنت اتكلم فيها هو داني طبعا الفرصة اللي ده لانه هو نموذج دلوقتي حي من واقع وعالم احنا عايشينه عايزين يقول هل لان مجتمعنا قاسي عليهم ولا تجاهل الام والاب وان هما بسمعوش اولادهم ولا البعد عن الدين يكون هو سبب من اسباب الانتحار خليني نتكلم عن نقطة نقطة اولا بطبيعة الحال احنا عارفين ان الحياة صعبة جدا مفيش اي حاجة بتيجي بالسهل لازم بنتعب ولازم بنتحرك كتير علشان يعني عايز اقول ان نجاح كل شخص في حياتنا او مثل اعلى فهو تعب واكتهد وعيش حياته في البداية زيه زي اي شاب بادئ حياته اذا ربما يكون فشل في الاول وابتدى ياخد قطوات جديدة تاني علشان يبتدي يكمل حياته ولكن ما كانش نهاية العالم ان هو راح ينتحر او انهى حياته باي ان كانت الطريقة عايزين واحنا بنربي اولادنا دي رسالة من مني لأي ام بتشوفنا النهاردة لان الاب دايما برضو بيبقى في معظم الاوقات متغيب عن الاسرة عايز اقول لكل ام خلي بالك اوي من اولادك الصغير البيبي اللي في بيتك ده هو اللي هيطلع ويجبر ويبقى شاب بيفكر ودير حياة كاملة يمكن الشباب بتفكر بطريقة مختلفة شوية انه بعد ما بيتعف في دراسة وبيقعد سنين كتير قوي بيدرس وبيعمل بيجتهد كتير عشان يلاقي مقابل وما بيلاقيش بعد كده انه بيطلع ما بيلاقيش وظيفة فبيجيلوا احباط او اكتئاب او بيحس ان دي نهاية الدنيا ان انا كده مش هعرف عيش او ان مش هعرف اكمل حياتي ايه ربما يكون كمان محدش بيسمعهم علشان كده هم دايما بيلجأوا للاكتئاب او العزلة او ان هو عايز دكتور نفسي يعطي يسمعه هو ما بيحتاجش دكتور نفسي علشان يعالجه هو ممكن يكون بيحتاج الدكتور نفسي علشان يسمعه يفهمه يدينه نصيحة كاخ او اخت او صديق او صديقة مش اب و ام بنرب بالكرباج او بالعصايا او بالكلام الناشف لا الولاد مش عايزين كده وانتي بتربي من البداية خالص من سن التفولة لازم تزرعي كمان جزء للدين يعني حرام وحلال لو هو تربي على كده من البداية مستحيل في يوم هيجي يغضب ربنا ويقول يا رب انا عملت انا انا يقست من حياتي فانا رايحة موت نفسي عمر مكانة الحياة بتنتهي عند اول اول طريق يقف قدامي يعني يمكن في عندنا عظاماء دلوقت رجال اعمال معروفين جدا بدأوا حياتهم بفشل زرية يعني هما ما كانوش عارفين يبدأوا حياتهم ازاي او يكملوا ازاي اللي عايزة اقوله ان ان لازم تسمعيهم قويس لازم لازم تكملي معاهم الرسالة لانك هتتحاسب عليهم كل اسرة تخلي بالها قوي من اولادها رسالتي لأي شاب لازم يرجع شوية ربنا زي ما انت بتفكر في الانتحار كمان فكر انك تجيب سجارة الصلاة اقعد صلي كده راك على ربنا واقراله واقرى قرآن كتير يمكن ربنا يغير لك طريقك لازم جنب التربية نحط الدين خلصت حلقاتنا النهاردة ولكن لسه عندنا حلقات ان شاء الله الاسبوع الجاي استنوني في فقرات جديدة كان معكم مونة صالح شكرا موسيقى